النائب السابق عن محافظة التينين وعلي المتيوتي ينضم إلينا لمناقشة تداعيات اتفاقية السنجار وآخر التطورات بشأنها أهلا ومرحبا بك بداية ما هي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة السنجار في شمال العراق من حيث موقعها الجغرافي وتركيبتها السكانية شكرا جزيلا مساء الخير عليكم ومشاهديكم الكرام مدينة السنجار مدينة عبارة عن العراق مصغر يتواجد في هذه المدينة كل الأطياف والقوميات تتواجد في هذه المدينة مدينة تحفى الجبال وتمتد بتجاه داخل سوريا من الجهة الشمالية هذه الجبال التي تعتبر مانع طبيعي استفاد منه تنظيم بيكاكا في الصمود ضد جردان داعش في الفترة الماضية بعد أن تم تخليص أخوانا الأيزيدية من قمة الجبل باتجاه أقليم كردستان حقيقة هناك تواجد لهذه القوات في أعلى الجبل وفي الكهوف وفي أيضا الأنفاق التي تم حفرها مؤخرا التي حقيقة كثافة كبيرة جدا تم حفر أنفاق تغطي وتكفي لجيوش أنا أعتقد كل ما يقال أنك اتفاق على سحب هذه القطاعات من قوات بيكاكا وإخراجها من مدينة السنجار أو من الجبل تحديدا أعتقد هو عارن عن الصحة لحد الآن يعملون هناك أجلات تقوم بنقل لا تسمح لي نعم إلى هذه الدرجة ينجح حزب العمال الكردستاني في إفشال اتفاق التطبيع الذي أبرمته بغداد وأربيل قبل ثلاثة أشهر ما سر قوة هذا الحزب هناك؟ أنا أعتقد هناك أجندات تريد بقاء هذا الحزب في أطراف هذه المدينة وفي داخل جبال سنجار وهناك امتداد باتجاه الأراضي السورية خصوصا أنه مدينة سنجار تبعد عن الحدود السورية 50 كم لا أكثر وهذه الجبال تجعل حركة هذا التنظيم داخل الأراضي العراقية وداخل الأراضي السورية طبيعية جدا لكون السلسلة مترامية الأطراف وتدخل بالعمق السوري بمسافة عشرات الكيلومترات أيضا فلذلك الحركة طبيعية وتغطي حركة هذه القطاعات بصورة وبانسيابية عالية جدا سابقا كنت أنا أعمل في هذه المنطقة بآخر أيام ما قبل أن أكون في النيابة لذلك أنا أعتقد هذا التنظيم نجح نجاح كبير في كسب دولة معينة أقليمية وبالذات إيران تريد أن تبقي هذا التنظيم هناك أجندات معينة تفرضها الواقع التي تعمل عليه لغرض رسم سياسة معينة في هذه العراقية تحديدا وبالذات داخل مدينة السنجار الأهالي أكثر من عشتالاف عائلة من داخل مدينة السنجار من المكون العربي والأخوة المسلمين السنة الآخرين الجميع هم مهجرين في إقليم كردستان وفي مدينة الموصل وفي بغداد وفي مناطق أخرى وأيضا بعضهم عبر المحيطات للأسف الشديد الحكومة المركزية لم تكن بمستوى أن ترضي أبناء مدينة السنجار لكون للأسف الإرادات الإقليمية هي التي كانت ترسم هذه السياسة طيب ما هي مخاطر فشل اتفاق الإدارة وما هي خيارات بغداد وأربيل والشركاء الدوليين حقيقة استبشرنا خيرا في الاتفاق الذي حدث قبل ثلاثة أشهر ما بين الحكومة المركزية وحكومة قليم كردستان الحكومة التحادية وحكومة قليم كردستان وبرعاية الأمم التحدة ولكن للأسف الشديد لحد الآن هذا الموضوع بداياته الأولى كانت صحيحة بالمجيء بقطعات حكومية من الشرطة الاتحادية وأيضا من الفرقة 20 وبأمانة هذه الحركة الأولى للقطعات أدت دور كبير جدا في تأمين الطريق الرابط خصوصا أن هنا حدثت عمليات اغتيال لبعض أفراد الشرطة المحلية والموظفين المدنيين وأيضا الأهالي ورعاة الأغنام من قبل أفراد ينتمون إلى هذا التنظيم الآن بعد السيطرة وتنفيذ الأحرف الأولى من الاتفاق في رخول هذه القطعات نعم هناك استثباب للأمن بصورة عالية جدا ولكن للأسف الشديد المراحل اللاحقة لم تنفذ في إخراج هذه القطعات من الجبال تحديدا وأيضا هناك تواجد لبعض المنتمين لهذا التنظيم داخل مدينة السنجار كأهالي أو مقيمين في الدورة المقتصبة للمسلمين داخل هذه المدينة واللأسف الشديد في الفترة الأخيرة أيضا دور العبادة لم تسلم من هذا الموضوع دور العبادة استخدمت بطريقة وهي مناشدة أيضا لسيد رئيس الوقف السني ورئيس الوقف السني في محافظة نينة وأن يتم افتتاح هذه الجوامع داخل مدينة أو حتى تكون محمية داخل هذه المناطق بدلا أن تستخدم في هذا الأسلوب الغير مرضي النائب أستبقى المحافظة نينة وعلي لمتاوتي شكرا جزيلا لانضمامك إلينا